أهلا أحبائنا مشاهدينا ما زال السؤال ماذا يحدث عندما تسيء إلى المسيح ذكرت أنه في بلاد الغرب يعني عندهم حرية التعبير حرية المرأة حتى حرية الحيوان حرية في كل شيء ونهاية الحرية والتعبير سواء في حقوق الإنسان هذا القانون ينطبق على الجميع في الدولة بغض النظر شو ديانتك شو طايفتك حتى في عبد الشيطان بينطبق عليهم القانون لأنه هذه القوانين الغرب لكن يعني عبر التاريخ أنا بتكلم التاريخ العربي منشوف فيه إساءات كثيرة للمقدسات وكأنه أنا لازم ألتزم لأنه هذا مش من حقي الأقوى منه خلاص هذا قانون بينطبق أنه هين المقدسات بتاعته بعدين واحدة من الأشياء اللي دايما بتسمعها أنه ما تشهيد مفهوم الشهادة أو الموت كشهيد يعني يختلف كليا في العالم العربي عن الفكر بديش أقول المسيحة والفكر العالمي بشكل عام سواء في تموت بسبب إيمان بسبب قضية بسبب مثلا حرية بسبب سياسي يعني سبب عدو عم بحاربك وانت موتت يعني بتحاول تدافع وانت موت واستشهدت إلى آخرية يعني القوانين كلها اتغيرت أنا بتذكر كنت في في طيران داخلي في سوريا كان في عطل فني أنه التبريد ما كانش مزبوط والطيارة والطقس كان حار جدا والكابتن اعتذر لكل الناس وقال أنه في يعني عطل ما عليش تحمله وكان كل الناس واحد وراي شاب يلا خليها تطلع الطيارة وبلك موتنا خليني أموت شهيد في بالمقعد الجانبة من الجهة الأخرى ست محجبة اتطلعت عليه وقالت له شو هل هبل هذا ونزلت فيه بهدلة بصراحة يعني قالت له انت بدك تموت موت من هنا ضد تعليم الشهادة فعلا بهدلت اتطلعت على هاي ست قلت لها يسلم تمك يسلم تمك بدأ أبوس إيدك على الكلمات اللي حكتها لأنه فعلا يعني الطريقة اللي تكلم فيها بتدل على أنه مغفل